بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم هو عن الشعير وفوائد مغل الشعير الصحية وطريقة تحضيره الشعير من المحاصيل الحقلية المعروفة منذ القدم واستخدم كغذاء ودواء بسبب فوائده الصحية الكبيرة للجسم وهو من النباتات المتوفرة بكثرة وتكلفتها قليلة ومغل الشعير مشهور بفوائده الكبيرة لمرضى السكري ويخلص الجسم من الحصوات وخصوصا حصى الكلا وله العديد من الفوائد الأخرى ويفضل تحضيره أو تحضير مغل الشعير منزليا والتقليل من شراب الشعير الموجود في السوق الذي يحتوي على السكر والنكهات المختلفة وسنذكر لكم طريقة تحضير مغل الشعير والمقادير لاحقة فوائد مغل الشعير الصحية يعمل مغل الشعير على خفض معدل الكريسترول في الجسم فيعمل على خفض معدل الكريسترول في الدم بسبب الألياف الموجودة في الشعير التي تتحد مع الكريسترول في الدم وتمنع امتصاصه في الجسم وعند تخمر ألياف الشعير في القولون تنتج أحماض يمتصها الجسم وهذه الأحماض تتداخل مع الكريسترول الموجود بشكل حر في الدم وتمنع ارتفاعه ويحتوي الشعير على مركبات مثل البيتا جلوكان التي تخفض نسبة الكريسترول في الدم وتحفز عمل جهاز المناعة وفي مغل الشعير العديد من أنواع البيتامينات وخصوصاً بيتامين ها الذي يثبت تصنيع الكريسترول الضار في الجسم ويحمي بالتالي من خطر تصلب الشرين والأمراض الناتجة عنها مثل الذبحة الصدرية ونقص التروية الدموية لعضلة القلب أيضاً من فوائده علاج مرض السرطان حيث يحتوي مغل الشعير على مركبات مضادة للأكسدة تمنع نمو الورم السرطاني وتسبب ضمور خلايا وهذه المركبات لها تأثير أقوى من فيتامين ألف وفيتامين جيم وفيتامين ها وتعزز هذه المركبات عمل جهاز المناعة وتحمل مادة الوراثية من خطر تكون الطفرات ومن فوائده أيضاً تأخير علامات الشيخوخة المبكرة فهو يحتوي مغل الشعير طبعاً على مركبات تحافظ على شباب البشرة وتمنع ظهور علامات التقدم في السن مثل التجاعيد والخطوط الرفيعة في البشرة وبالتالي تعمل على تحسين صحة ومظهر البشرة أيضاً يعمل على تنظيم سكر الدم فعند تحضير مغل الشعير تنحل الألياف في الماء وتطلق مواد تكون هلاماً لزجاً يبطئ عملية الهضم والامتصاص في الغذاء لتنظيم دخول هذه المواد إلى الدم وخصوصاً السكريات التي يمكن أن ترتفع بشكل كبير في الدم بعد تناول الوجبات ويحتوي مغل الشعير على الألياف الذائبة التي تحد من الرغبة في تناول الطعام الدسم والمواد النشوية ويعمل أيضاً على تخفيض ضغط الدم حيث يحتوي الشعير على عنصر البوتاسيوم الذي يخفض ضغط الدم لأنه يوازن بين كمية الماء والملح في خلايا الجسم ومغل الشعير مدر للبول ويستعمل في حالات ارتفاع ضغط الدم أيضاً يعتبر مهدئ للقولون حيث تساعد الألياف الشعير في امتصاص كميات كبيرة من الماء مما يزيد كتلة الفضلات مع المحافظة على ليونتها ويسرع حركتها داخل القولون وتنشط الحركة الدودية للأمعاء مما يخفف من احتمال الإصابة بالإمساك وتساعد هذه الألياف على نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء وتقلل من احتمال الإصابة بسرطان القولون وهناك فوائد عديدة كثيرة وأهمها تعزيز مناعة الجسم أما طريقة تحضير مغل الشعير المقادير ملعقتان أو ثلاث ملاعق كبيرة من حبوب الشعير لتر من الماء عرق من النعناع الطازج أو شرائح الليمون وأما طريقة التحضير نغسل الشعير جيدا بالماء ثم نغلي الماء على نار هادئة بعد أن نضيف إليها الشعير ونتركه يغلي حتى يتغير لون الماء أو حتى ينخفض الماء إلى النصف نرفعه عن النار ونتركه حتى يفتر قليلا نضيف أوراق النعناع أو الليمون وذلك حسب الرغبة طبعا لتنكيه مغل الشعير ونغطيه ومن ثم نشربه أدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية حبيبنا بانتظار رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع لا تدعها تتوقف عندك شاركها ولك الأجر والثواء دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة